قد تختفي أصوات الحرب وتغيب جلبة المعركة لكنها قد تشتعل بأي لحظة في حال بقيت مسبباتها والأرضية المهيئة لها وفي بلد مثل عراق ما بعد الاحتلال بأرضية أمنية هشة وعملية سياسية معتلة قد تنتهي حرب هنا وتندلع أخرى هناك لا سيما وأن الميليشيات أضحت صاحبة الكلمة الفصل في شتى الملفات صحيفة الواشنطن بوست دقت ناقوس خطر قل ما يقرع مفاده بأن انتشار ميليشيات الحجد عسكريا واقتصاديا في بعض المدن خصوصا السنية قد يسرع عودة تنظيم الدولة لا سيما وأن قادة الميليشيات يتمتعون بسلطات سياسية وعسكرية غير مسبوقة بل ويشكون على تشكيل سلطة موازية تنافس سلطة الحكومة وهذا ما يحيي الاستياء والامتعاض السابق والذي كان من أهم أسباب الظهور السريع لتنظيم الدولة قبل خمس سنوات ممارسات وكأنها أعمال عصابات المافيا قد يكون الوصف الأقرب لما تفعله الميليشيات في المدن المستعادة بحسب مسؤولين محليين وأمريكيين نقلت عنهم الصحيفة لافتة إلى أن ميليشيا الحجد أسست مكاتب سياسية في تلك المحافظات كما أنها تدير نقاط تفتيش وتفرض ضرائب على سائق الشاحنات التي تنقل النفط والبضائع بل حتى النازحين لم يسلموا من يد الميليشيات الباطشة فتلك الفصائل تحدد الأسر المسموح لها بالعودة وتمنع أخرى وهي سياسة ممنهجة الغرض منها إحداث تغيير ديمغرافي كبير في مناطق مثل ديالا وبابل وحزان بغداد الصحيفة ساقت ما يحدث في قضاء القائم بالأنبار مثالا على سطوة الميليشيات اصنفت الميليشيات أكثر من 1500 مزرعة في القضاء كمناطق أمنية يمنع المزارعون من العودة إليها بالإضافة لما كشفه النائب محمد الكربولي عن افتتاح الميليشيات معبرا حدوديا مع سوريا تنقل من خلاله البضائع وتبيعها في القائم تلك الممارسات حذر منها أحد المسؤولين الغربيين بأنها ستؤدي إلى عدم الاستقرار فالسنة يتقبلون الواقع على مضض كونهم لا يملكون خيارا كحال باقي أطياف الشعب العراقي الأخرى فمن لم يقتل بالقصف في الموصل مات برصاص القوات الحكومية في البصرة هي المأساة ذاتها ولكن بطرق مختلفة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر